بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بين الله إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كامونهم أعداء وكأروا بعبادهم كافرين وإذا تتهى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتهم فلا تذلكون لي من الله شيئا وأعلم بما تطيضون في كفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا ذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل عمابثه فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قريب ومن قبله كتاب كوسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وغشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم السقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعلمون ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شهده وبلغ أربعين سنة قال رب أعزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسنها عمل ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفل لكما أتعدانني أن أخرجت وقد خلتت قروم من قبلي وهما يستغيثان الله وإنك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ماذا إلا أصادير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكم إن درجاتم مما عملوا وليوفيهم أعمالا وهو لا يظهرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق واذكر أخاعد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلتت النذر من بين يديه ومن خلف أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أوسلت به ولكنني أراكم قوما تجهدون فلما أرأوا عارضا مستقبل أهديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوما مجردين ولقد مكناه فيه ماء مكناه فيه وجعنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصروا قالوا يا قرمنا إنا سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يده يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قرمنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب آلين ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعني بخطه إن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبثوا إلا ساعة من النهار براغ فهل يهلق إلا القرم الفاسقون